ظهرت بأوضاع مخلة ولبست بدل رأسة عريانة علشان تستعرب بيها مفاتنها استغلت الشباب الصغير بفيديوهات خارجة على السوشيال ميديا علشان تلم فلوس لكن رجال مكافحة الأداب كانوا ليها بالمرصود إيه اللي حصل مع راقصة حرية وليه تم الأبضى عليها تعالوا نقول لكم وإيه الحكاية في الساعات اللي فاتت خبر الأبضى على راقصة حرية قلب السوشيال ميديا بعد ما رصد رجال مكافحة جرائم الأداب العامة بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية إنها بتكشف عورتها في واحد من النواد الليلية غير نشرها لمقاطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي وهي لابسة ملابس خادشة للحياء العام بتظهر فيها مفاتنها وده نوع من أنواع التحريض على الفسك والفجور وإغواء الشباب بأفعال متنفية مع القيم والتقاليد في المجتمع المصري وبعد الأبضى عليها جاهت التحقيق في الإسكندرية أمرت بحبس راقصة الساحل الشامالي الشهيرة بحرية أربع أيام على زمة التحقيق والخبر أخذ الضجة الواسعة على كل منصات التواصل الاجتماعي بسبب أن حرية في الفترة الأخيرة هي بطرة السوشيال ميديا الكل بقى بيتفرج على فيديوهاتها وصورها أجراها وصل في الساعة لمتين ألف دولار ووقفت قدام كبار النجوم مهرجانات والأغاني الشعبية وظهرت من العدم فجأة وده اللي يخلى الكل يستغرب إزاي قدرت تعمل ده بالسرعة دي وإزاي أجراها وصل للرقم ده لكن السر بقى كان في فيديوهاتها الخارجة وإنه أغلب جمهورها من الشباب الصغيرين على منصات التواصل الاجتماعي وكانت بتتعمد في الأفراح والحفلات إنها تصور أماكن من جسمها في اللايفوت وكل ده علشان خاطر المشاهدات وفعلاً قدرت تحقق الموضوع ده وتنجح فيه وتحولت حرية من مجرد رقصة عادية لرقاصة سوشيال ميديا قاعدة فيلا بتلبس من أغلى المركية تعيش حياة خمس نجوم وده خلى الناس تبقى عايزة تعرف معلومات أكتر عنها لكنها قالت إن حياتها الشخصية ما تحبش إنها تكون على الملأ خاصة يعني إنها مش هتفيد أي حد بأي حاجة وقالت إن المفروض يهم الجمهور هو رقصها وموهبتها وبس الكل كان مستغرب اللي هي بتعمله لإنه غريب على المجتمع المصري صحيح الرقص الشرقي خرج من مصر لكن كان ليه أصول اللي متابعة لعادية والتقاليد في اللبس والشكل وطريقة الرأس دلوقتي قولونا إي رأيكو في المحتوى اللي بتقدمه حرية وهل فعلا إنتوا شايفين إن الطريقة دي كانت بتشوف شغلها وبتستعرض موهبتها سبولنا رأيكو في الكومنتات